اجتماعات لمجالس وزارية وبشكل دوري تتكلل بمخرجات وقرارات ومخططات تتنوع بين قصيرة المدى ومتوسطة وطويلة المدى وحتى الاستعجالية إلا أن تفعيلها ميدانيا باقي بخطة متأنية إن لم نقل غائبة في بعض الأحيان يعني تقييم هناك نجاح نسبي لأنه نجاح سيكون نسبي بأكيد هناك قرارات أخرى لأسباب وهناك قرارات كانت آنية والحمد لله المجال التنفيذية في أي مستوى تقول لك القانون موجود بالصح إذا ما كاش مرسوم تنفيذي ليس للصلاحيات أن ينفذ أنت إداري وليس أمامك قانون وتسمع بأنه صدر في مجلس الوزراء توصية أو قرار تنتظر المرسوم التنفيذي وإلا حينما تطبق سوف تخطئ وحينما تخطئ سوف تدفع ثمن وضع لجنة لمراقبة مدى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء خطة من شأنها متابعة وتقييم مدى تماشي استراتيجية الحكومة وتجسيد الأجندة المسطرة بين النظر والتطبيق كثير من القرارات التي اتخذت هامة ومنها ما وجدت طريقها إلى التنفيذ ومنها ما لم تجسد ووجود هذه الآلية للمتابعة من شأنها أن تسرع في وطيرة توصيات مجلس الوزراء وتجد طريقها للتمفيذ وتكون هنا كذلك آلية للرقابة والمراجعة أحيانا لبعض القرارات ومعرفة لماذا لم تطبق رغم التقدم المحرز من قبل الحكومة في رسم خارطة اقتصادية واجتماعية إلا أن هذا يتطلب التوفيق بين المخططات والتسييد الفعلي ميدانيا